انا سعيد جدا ان كل الاهلوية بيحتفلوا بمرور 114 سنة على انشاء النادي الاهلي لحقيقة انا كنت يعني ليا الشرف ان انا دعاني الكابتن حسن حمدي والاستاذ المهندس ابراهيم معلم ان انا شاركت في مقاوية النادي الاهلي ورحت امام يعني اعداد كبري جدا من مشجع النادي الاهلي واتكلمت عن الفراعنة ويومها اطلقت نقطة ان انا قلت ان الفراعنة كلهم كانوا اهلوية وناس كتير جدا ما خدواش عليها نقطة اعتقدوا فعلا ان الفراعنة اهلوية انا يعني سعيد بالنادي الاهلي جدا لان النادي الاهلي مش نادي رياضي فقط لا ده مؤسسة مؤسسة تربوية بتعلم الشباب والكبار الكزام والمؤسسة التربوية دي خلتنا كلنا كأهلوية نعشق هذا النادي لانه النادي عنده مبادئ وفيه اخلاق وبالتالي مش مهم عندنا ان احنا بنكسب بطولات لأهم قبل المكسب لازم يكون عندنا مبادئ نعتز بيها كمشجع النادي الاهلي وكأعضاء في النادي الاهلي على هذا الاساس انا دايما بقول ان النادي الاهلي ده في قلوب كل المصريين وفي قلبي انا بالزاد وممكن انا لا اعتقد ان فيه ما فيش مباراة الاهلي عملها في كرة القدم انا ما شفتهاش لان بحس ان احنا كلنا بنعشق هذا النادي الحب مش كفاية لكن العشق هو اهم حاجة واحنا بنعشق النادي الاهلي نادي عظيم ونادي القرن وعشان كذا احنا كلنا كأهلوية فخورين بالنادي الاهلي وبنقول لكل الاهلوية كل سنة وانتم طيبين بمناسبة مرور 114 سنة على انشاء هذا النادي العظيم زاهي حواس اشتركوا في القناة